السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الزول اينما كنتم وحيث ما وجدتم تحياتي لكم خوتي يصل لكم تطلعوا على بل كان بزاف رايستنا باش باش ندلوا لايف الفيديو المباشر كان بزاف اللي حاب يستشفى في انيس رحماني والدى الحركي والدى القومي ها في اقل من نصف دقيقة الفين المتابع تحياتي لكم خوتي متكلموا في موضوع من المواضيع الحمد لله ليخرجوا كامل خوتينا وقلتها كم من مرة ليس فقط الهواري هو الاخي فكل المظلومين وكل الزوولة وكل الناس اللي بغاوا يصفوا بهم الحسابات هذو كخوتي وكما ما حبيتش على اخويا الهواري ما حبيتش عليهم هما ثاني لانهم زوولة ودوهم با ينتقموا منهم ذو كيل تلاحقوا خوتينا ونحكوا في الموضوع على اسلامة كامل خوتينا الزوولة ومساكين اللي رموهم في السجن في السجن الظلم كانوا ضحية لمؤامرة بين انيصر رحماني ودى القومي ودى الحركي اللي بابه باع بلاده وهو راه يتبع في المسيرة والدها الحركي القومي اللي راه ينحرك في قبره بسبب الخيانات والعملات وضد بلاده وضد الوطن التاعه اليوم ولاد الحركة امثال هذا من القناة النهار راهم يواصلون في مسيرة والديهم والشي اللي ربوهم عليه على بل يبدل يود القومي انيصر رحماني راه يتابع في اللايف ويستنى فيه باش انديغ لايف وولف يسمع السبان على بابه القومي وولف يسمع عن الحقيقة على زوجته الخائنة سعاد عزوز اللي خانته قبل وخانت راجلها ودها الراجلها والقصة اصبحت معروفة في كل الشارع الجزائري ورغم كل هذا ما يستحيش ود القومي ووجه صحيح ووراكم عارفين كدير بالمناسبة باش ميدون اش الله يبتاني حطوا في صفحة عندهم ويتكلموا باسمي نعود الخاوتي كل مرة كل مرة كل مرة كل مرة ما نحبش خاوتي يطحوا في الفخ تاس صفحات لي دايرينها ود القومي وجمعته وجمعت الجدرمية تعباب جديد كلاب الغالي بالقصير حاشا الاحرار منهم والشرفاء اللي هم قلة قليلة وبالمناسبة نحتارم الشرفاء والنزهاء اللي منهم كان مصادر توعنا اللي يزودون بمعلومات ووثائق وتسريبات وواجههم قلبهم على البلاد اليوم خمسة وعشرين نوفمبر يوم الاحد تحية لكل النزهاء بالمناسبة سلام عليكم اخويا بيلال هميلاء خاوتنا لاستبسة بالمناسبة تم الافراج عن الاختاعي اللي هو هو اللي كان يقول لك باللي قاناة النهار كان يقوله في الاخرى اعترفا بكذا وكذا 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 ويكذبوا على الناس ويكذبوا على الرأي العام وهذا ليس بغريب على وذقومي وذحركي لباع اهله في فرقاصف البيض وباع عشيرته وباع دمه وباع اهله وباع كلش وليس بغريب على واحد متنكر من اسمه باللب خاصة العار للحقه لهم باباه العار للحقه لهم باباه المقدم بن سليمان هرب من اسم باباه سما روحها انيصر رحماني ليس بغريب على قاناة مديرها ومديرتها خائنة لزوجها وخائنة للعائلة تاحها وخوتها يعني ما نحكيكم ليس بغريب على قاناة يشتغلوا فيها فقط الميوستة ويشتغلوا فيها العاهرات ويشتغلوا فيها الفاسقين والفاسقات اللي باعوا ضماء ارتاحهم ويمارسون الرذيلة والله يا خوت لكم نحكيكم عن الرذيلة اللي تمارس في قاناة النهار قسما بالله احتراما للمشاهدين وخوتنا العائلات اللي يتبعوا فيها ويتبعوا في الفيديوهات يعني تستحي تتكلم على العهر الذي يمارس داخل قاناة النهار وسنكشف كل التفاصيل كل اللي يشتغلوا في قاناة النهار واحد ما نشتغلوا واحد فتحتوا على أرواحكم أبواب جهنم معايا ولو كنت فيك ريحة ريحة الرجلة لأنا ما بكش راجل لو فيك ريحة فقط ياود دنقومي لو فيك ريحة الرجلة كنت على الأقل تعترف بها زائمك المتتالية التي ألحقها بك أمير ديزاد هزيمة وراء هزيمة ذليناك رخصناك بيناك للشعب اللي إنسان أنت هو الإنسان المبتز أنت هو الإنسان اللي تنقل الأكاذيب أنت هو الإنسان اللي تكذب وترمي الناس بالبهتان وخير دليل حتى الناس اللي كتضربهم في البروسة وكما القوش أدلة قاطعة لتورط هذا الناس اللي منهم فضيل ضوب وهواري وكامل بوقعكاز عدل الملاح أو العبد الصمار أو مروان دياب لي تطلقوهم ملقوش أديلة طاقوهم لأنه كل شي ما بنية على الباطل فهو باطل شافت كيف أشود دلقومي الكذاب طريقة كسيرة الكذاب طريقة كسيرة ليس أنا من أنكرت بل العدالة أصلا الليل كتضربها في الشيطة من الصباح للليل وتقول انثيق في العدالة وانثيق في العدالة وانثيق في العدالة حط ما نشور في الصفحة في القانت تقول انثيق في العدالة هاد الناس ما داروا ولو وجابهم الحبس في باطل الله واطلقهم وربي فرج عليهم واطلق سرحهم قول هذا الشي تقدرش تقولها انك وتحركي والله فرحت لرخاوتنا خاصة الناس لكانوا في الظلمة وربي فرج عليهم مبغاش يزيغبنهم بما انهم عندهم عائلات وعندهم ذلالي وعندهم نساهم وعندهم أهالهم ربي رجحهم أهالهم وعزازين رجحهم من أهلهم وعززين ورصهم مرفوع والحمد لله استقبلوهم الرجال الأحرار والنصال حرائر اللي كانوا عند الباب المحكمة ولا كانوا في الباب السجن ليستنوهم وهمش أتبعوا ريفكة هذوك الناس ليجوا هذوك ما يروحوا شريفكة تحية كل خوتي اللي راحوا استقبلوهم وليوقفوا معاهم واللي على الأقل حتى لا يقال إن عدم الأحرار وفيك يا جزائر ما زال كين الأحرار وما زال كين عندهم قلبهم حار وما زال اللي يرفضوا الظلم وما زال الناس بهم اللي تتوحد هذه الوحدة ماذا تنتج الوحدة ترعي بالعصابة هو اللي راح عرضكم غدا وقع في تخمرت ترحوا تأكلهم مع الأموال تابتزاز الجنرالات والوزراء والساعد بوتفليقة ولي كيف قا مري بغيروح مرحبا بخوتي في أي وقت البيت بيتكم حتى وبالقليل حتى وباللي كين مرحبا بكم احنا ولد دوار مرحبا بخوتي أجمعين اللي بغيروح يطل عليه واللي بغير يشوفه سواء كان من قريب ولا من بعيد أهلا وسهلا بكل خوتنا أنا ذاك خوكم ومنكم أنا بالنسبة لي أقول لكم كامل خوتي كامل اللي كانوا في الحبس خوتي النقطة الأخرى اللي بغير نتكلم عليها هي ما زال كان خوتنا حتى وإنسان ما يتفهمش مع واحد ولا ولا ما 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 في الغلاط. كان الناس اللي يدوهم في الباطل. كان الناس اللي يلفقونهم تهم. كان الناس اللي حوصوا غيباش يباصهم لتصفية حسابات تعود دنقومي. والدنقومي عندما سقطت هاد الدولة كي راح تلهيبة على الدولة وكي راح مبقات بلاد مبقات دولة مبقات مؤسسات كي وروا دنقومي وانت حركي تالف انسان انجس انجس واحد في الجزائر اللي هو هذا انيس رحماني انجس واحد في الجزائر والمبغوظ من طرف الجزائريين هذا هو الدنقومي. واللي هو على باله بل مبغوظ من طرف الجزائريين. اصبح يستعمل في اجهزة الدولة. ومنهم العاميل التاعو او الجروة التاعو او بين القوسين الكلب التاعو اللي هو اصبح قائد الدرك الوطني الغالي بالقصير. اصبح كلب من كلاب والدنقومي يستعملوها كيفما يشع. وعلى باله بل يولد الغالي بالقصير يلاحق له الفيديو او هو يدخل يتفرج مباشرة بما ان الشيكور هو السعيد ويتبع. بما ان الشيكور هو السعيد الكبير فيهم ويتبع. هذا الغالي بالقصير اصبح كلب من كلاب والدنقومي. عني سرح ماني ويلفقتها من الزوالة. وكي الناس خوتوا يراهم في الحبس. اليوم اخوة خوتنا ملجلفة ما نساوهمش. كي شباب ملجلفة مساكين ثاني يدينهم. في باطل الله. كي انخونا ريضا سيتساز. ثاني مسكين يدينه. في باطل الله. في باطل الله يدينه. ما عندهم حاليهم حتى أدنى. 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 ومزلتنا في التحدي. ما زلت الي عندكم عليه. أي دليل نتحدكم حطوه في القاة. عندكم قنوات تلفزيونية. ما عندكم شي فيسبوك. ما عندكم شي ما فيسبوك يا مآمير رايي صار عغي في فيسبوك. ثم عندكم قنوات فضائية راي عندكم عاشرات القنوات الفضائية. نتحداكم إذا عندكم أي دليل ملموس على أي واحد من الناس لكم تدو فيهم حطوهم للشعب يا أخي أنا قضي أنا أنا نقول للشعب حطو أنا أنا نقول لكم حطو ها سيدي إذا عندكم أي حاجة دليل على هذي الناس بلي يبتزوا الناس ويدون لهم ضرام ويدون لهم كده ويدون لهم كده حطو ما عندكمش ما عندكمش راكم تديروا في تصفية حساباتها والدلقومي أصبحوا بالدلقومي دير ميزوليا دير طرفة تأخذ الفم حمامة بها بالسسلة ويجرغ فيها في الجدارمية تعباب جديد ويتحكم فيهم طبعا لماذا يتحكم فيهم وكيف يتحكم فيهم وتكلمت على هذا الموضوع يتحكم فيهم لأنه عميل الأمريكان لسيادهم ويدير فيهم كما يبغي لأنه يخرج فيهم بالسعيد بوتفليقة رغم أن الجدارمية هم عايشين في الزبل رغم عايشين في الحقرة رغم عايشين في الذل الذي ما بعده ذل حطيت لكم فيديو غيبها قبل قليل حطيت لكم فيديو في الصفحة تاعي كيفاش عايشين الجدارمية كيفاش يشربوا رغم كما كلاب في الكوزينة رغم كما كلاب حط إنهم ستير نتا حليب وستير نتا قهوة كلاب قاعدين يوكلوا فيهم رغم هذا تلحسوا وتبوسوا في الصبات تعود دنقومي إذا كنتم قلة قالي لا تعيشوا رفاهية جمعت باب جديد ولا شراقة ولا زيرالدة فاعلم أن 95% من عناصر الدرك الوطني عايشين في الزبل رغم هذا تخرجوا وتضربوا خاوتكم المعطوبين وتخرجوا ضربوا خاوتكم الأطباء وتخرجوا ضربوا خاوتكم زولة يستعبدوا ردكم عبيد عندهم وش رام دليلكم وش رام دليلكم وش رام دليلكم هذا الناس حاملين الظل اللي لا تحملها حتى واحدة عائرة حاملين أكبر من الظل تسترجلوا في خاوتكم الضعافة البساطة المخير فيكم يقول لك ودلقومي كلمة المخير فيكم يقول لك ودلقومي قول لغي قانا تزيقو كيقول لك يتحكم فيكم واحد كيما ودلقومي البلد باي باي كيقول لك ودلقومي شوف نقول لك واحدة الكلمة ودلقومي لنت أكون أشد أنت واهم دير بين قوسين بل ما ركش تابع لكذا وكذا وكذا ورواح تخرج في التسجيل تعانتر تعجمع تعانتر سماعي تعال بالعكنون لن تكون أشد بغضا وكرها لهذا الجهاز تعال الاستخبارات أكثر مني من المستحيل من المستحيل كنت نفضح فيهم واحد بواحد متوفيق لترطاق لكل عراسل واللي طيح عادي تديها تدرسها آلة الحصات المشينة ولكن أمتلك ملفات وتسجيلات ولكن عمري في حياتي ما نتطرق الجهاز من أجهزة بلادي في حياتي ما نفضح بلادي نفضح الناس اللي متورطين في فساد نفضح الناس مهما كان يبقى جهاز من أجهزة الدولة ولكن نحن ضد الناس اللي راهي تسير في هذا الجهاز والله ما تمتلك حتى واحد بالمئة ما أمتلك عليهم ولكن يبقى الجهاز جهاز وتبقى البلاد بلاد ويبقى ورؤوس الفساد رؤوس الفساد تكلم وهاجم ترطاك إذا أراك راجل ترطاك صح كريمينال ترطاك صح مجرم حرب ترطاك صح دار وعمل وكذا يتكلم على التوفيق اللي كان يخطف الناس في التسعينيات ويخطف الأبرياء تكلم عليه إذاك راجل ويقول الأمور الحقيقية اللي يدالها التوفيق ترح تخبالي منها وتقعد تدرك لي في وزع حن هادرة الخرطي تكلم على الأمور الحقيقية اللي دارها التوفيق تكلم واش دار قلهم باللي كان يخطف الناس قلهم هو المتسبب في هذه الناس المفقودية اللي راهب فلي ذات كبديهم الأمهات اللي راهب كبديهم محروق عولادها تكلم عليهم تكلم واش عليهم جيب أمهات المخطوفي اللي يخطفهم المخابرات في التسعينيات وحطهم في القناة التاعك ليا في كريحة الرجلة بما أنك باغض لهذا الجهاز ليا فيك رجلة جيب أمهات المخطوفين وعلى رأسهم أم آمين تدوخوا الشعب ساي انتهى زمان التفضيل الإعلامي جاء عصر الفيسباكها قنواتك بللها وشرب معها القانوات تاعك بللها وشرب معها واحد ما رايشوفها فقدت المزدقية عالميا أصبحت الفاضيحة تاعك عالميا تصلوا بيا صحافة جمعي يخدموا في الموند أفريك وجمعي يخدموا في باريزيا وجمعي يخدموا في الليبيراسيون وجمعي يخدموا في مختلف الصحافة الأجنبية يضحكوا يقول لك هذه القانات كيفاش هذه القانات ما قدروا يحاسبوها المسؤولين في ذلك البلاد تاعكم رضيتوا البلاد مهزالة ومسخرة وفقدت لهي بتاحة نهائيا عرفت بللي ودقومي راهي مشي فيكم عرفت بللي ودقومي سير فيكم وكان البلاد يقول لك قبل أيام كان يقول لك أنا لا أشكك في العدلة الجزائرية وانهالي رفضوا الزواء ولا مساكن ما عندهم حتى دليل قال لهم أنا ما أشكك في العدلة الجزائرية لماذا؟ ما تقول لهم رفضوا الزواء ولا ما داييرين والو بينسير تقولها واليوم ما شيقول؟ اليوم يقول آه رحمي مرسوا في الضغط على العدلة يعني العدلة تمشي بضغط زعمي كي مرسوا عليها الناس الضغط فتطلق الناس تسمى هذه العدلة ما هي مستقلة ما عندها نزاهم أوهام ما يحاسبوكش ما يحاسبوكش على كلامك بس علو كان قالها مواطن بسيط لو قالها مواطن بسيط كورام ردخو عليها بسبع قرون تحبس بسح كي يقولها وذقومي كي يقولها وذقومي عادي عادي عندهم لأن النظام مبني على أولاد الحركة والقومية بني عم في بعضهم بعض هذا القناة الحمد لله فضحه ربي كان يحوي ربي كان بغي وكان حبي فضحه وفضحه ما أمير ديزاد إلا سبب وحمد الله ما سمحناش في خاوتنا حتى أخلي سبيلهم من طرف هذه العصابة اللي حقرتهم ودخلتهم في الأحباس قدرنا عليهم ضجة عالمية كتبوا عليهم الصحف كمن الصحف الأجنبية وصلنا لم يفتاحهم حتى اللوني والأمم المتحدة لرسلة النظام الفاسد وتطالب بأدلة على الناس الأراهي مباسطها وصلوا يتكلموا عليهم كل القنوات العالمية بما فيهم البي بي سي ويضحكوا عليهم نظام فاشل بكل مقاييس نظام اللي ما قدرش يحمي ملفاته والبرقيات السرية تصل عند أمير ديزاد يكتبوا فيها برقية سرية وكذا والحفاظ على الرموز المشفرة ما كان لها رموز مشفرة لهم يحزنون تتعمرها منه ويدينها سرية منه ويجعلها فيسبوكيا عند أمير ملع أقولها لك خلتش علامة بغيتش تحشموا على رواحكم نظام اللي ما قدرش يحمي برقيات سرية ومراسلات سرية في قيادة الدرك الوطني اللي هي تابع الوزارة الدفاع ويكتبها الصباح ويلقاها حشية في الأباشتة أمير ما بقاش نظام لأنكم لو لم تركعوا لولاد الحركة أمثل هذا أنيسر رحماني اللي يبابه بالولاقين تبع لاباكم بالقومي وحركي لاباكم باللي باباه كان يظل يطارت في المجاهدين ربي يرحمهم الشهادة لاباكم باللي يقتل الناس في مختورة وقعد عايش في الجزائر قعد عايش تم اقتل الناس وقعد عايش ويشاهدوا عليه كل أحرار المنطقة في الشهادة القضية المعركة بيصرات بينه وبين حاشكم البغن الآخر اللي هو بونجمة يخي كان شاهد في القضية من راحة المحكمة كان شاهد في القضية بل بابات آنيس رحماني قومي وحركي كما يشهد لها العديد من سكان المنطقة وقبل المحاكمة بيوم توفي الشهد رقاوه ميت مقتول صدفة صدفة ما تقبل الشرع بنهار فرقة باب جديد اللي كانت طايرة لابو عكاز مسكين الزوالي وتدي في فضيل ضوب مسكين الزوالي فضيل ضوب زوالي ما قريك اللاعب في المولودية وكن اللاعب في جيسكو والله غير عايز زوالي مسكين والله ما عنده حاجة ورم يعرفوه الناس خوتنا ناس العاصمة إنسان قلينه بسيط زوالي محطت زوالي اللاعب تدي عنده هو الابو خرص ما عنده اشتبلغة في رجله ويقول لك بالله عنده العقارات وعنده كذا ويكذب ودلقومي يكذب لأنه والدي حركة ما قدرتش هذا الفرقة تعباب جديد ولي كانت من بعده كنت نكملها السجن ونعود ونرجع للتعذيب اللي تعرضوا له بعض الشباب اللي رأموا في السجن ما قدرتش تقبض ودلقومي يتحقق معاه كيف سبب وفاة سيد يقدروش لأنه عارفينهم بلي محمدينها وعلى بلهم بلي هو قافوة وآلف دال للصفارة الأمريكية وصال بالمناسبة كأن الناس تعرضت للتعذيب وناس تعرضت للضرب ما زال النظام الجزائري يستعمل أساليب اللي كان يستعملها في التسعينيات برعاية طرطاق وبرعاية العديد من المجرمين خالد نزار والعماري والعربي بالخير واللي كيبقاء اللي دارت التير في الشعف التسعينيات ما زال في نفس الأسلوب ما زالوا يتوالدون أولاد الحركة اللي في تعباب جديد اللي ما فيهم شريحة الرجلة اللي اليوم رايض رايض في البروسة حتى يشبع ساخدوة لو أصيب ويتصيبها طلقة ولا يقدر عليها ربي كاش مصيبة يصيب يلقاه روحه غيسحابه يقص عليه في المسخول لو كان يطالب حقه المهم تعارض العديد للتعذيب اللي منهم إلياس حديبي تم ترويعه بالكلاب المدربة هذه تعالجة ضرمية دخلك في رأسك انتهي جايبين إلياس حديبي صاحبه واحد الموقع إلكتروني عندها موقع إلكتروني يكتب فيه وينشر فيه وكذا وكذا دخله للسيلون ودخله عليه كلاب هما كلاب أصلا هما أصلا كلاب تعانيس رحمان وتع السعيد وليكيب دخلهن هما عليهم كاين بالناس اللي تعرضت للمشيفون وكذا 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 وحسبوهم الفضاء خرجت وتعمرت وفاتت وطلعت كل بي في طلعت تعمر بره ما نشتلعبوه هنا وإذا تحسبو العادة لطلقتهم خوفين لأنه وقع عليهم صح ضغط خارجي بيننا أدلة عنا سدولكم تدخلوا فيها لحباس ما عندهمش لازم يطلقوا هذا الناس ما عندهمش عليهم إذا عندهم حاجة وكونوا ثبتوا للناس وخرجوها في قنواتهم ودخلوهم الحبس وطلعوا لهم طرفة حبس المهم كاين الناس عادة بتبشيفون شكون المسؤول عن التعذيب كاين الصور تاعه الصور تاعه ونحطها ما يكون في الصفحة كاين واحد ورطبة تاعه مقدمة يجدك ليتنا كورونا كاين يعذب في الناس ثم في باب جديد في الزواولة هذو اللي جابوهم بتاع الفيسبوك بشي إرهابيين جابوهم من الجبال ولا كده زواوا اللي عندهم فيسبوك واحد عندهم موقع إلكترالي المهم جابو الناس وقاعدوا يعذبوا فيهم ويحاوسوا يستنطقوهم على أمر مكاش وما القولوا عندهم دمرهم اللحباس ومبعد قاعدوا يسوزوا وقلوا في البي فيات كما يبغوا كما يحبوا خونا ريدا سيتي سيز القوا عندها في الدار عملة مطبوعة اللي تورنوا بها المسلسل تعالخاء وحتى المنتج تعالمسلسل والمخرج تعالمسلسل اللي وقع جاوا واعترفوا بللي هما اللي خدموها لغارض التمثيل وكذا وكذا وداروا وكذا وداروا وكذا والسنية والهم وكلش ولكن هما الغالب قال لهم ودي ودقو ميرا شاكي بي ودقو ميرا سيضرك علينا تلقوا الناس ترحلوا لدها لديكم مشكلة مع أمير أمير لا يخبر سيكون لك هنا يا ودقو ميرا عارفك راجل لديك إقامة في فرنسا لن تأتي لفرنسا جدا لنهار لديك فيديو هنا في فرنسا وانا في باري نروح الشكيل لنعرف كريحة الرجلة الشكيل في المحاكم الخارجية لا 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 تعالف نتعرف بلنهار حلوف تعالف بلنهار لنقعدك لا ما يوجد يبلح هذا هو السيد بينك ولمهار مسيحة لا ترحل انت بوعكاز لا نتخطيهم الساكين عايشين هانين مع وليداتهم يجب 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 هوري يجب 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 بكية يجب 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 سدي و تضغلوا في القوالب تذهب في عبد الصمار تذهب في فلاف عدلين من الله تذهب في هذه الناس لا تستطيع الواجهة السيدر و تذهب في هذه الناس واجه غريمك لا أعرفك راجل واجه الغريم التاعك لا تصبح راجل لا يوجد شريحة الرجلة تتخبط تقوم بالك بأن لا تبقى لك ما يحدث تقوم بالك بأن تقوم بالمصداقية تقوم بالمصداقية تقوم بالسпонسور ت reserve تقوم بالشاكل ومن من تصبح تشالك تكره في كل جميع تعالك سيتم تحضل لك و يتقيق عليها و وأستم ترك إستطيع 게 أكثر من قصة سيتم تفرعين برداء كل جميع الملاكب سيقول DAH لحك إزال لهم أم amological خمشتهم خمشتهم كثير من هم خامجين لا تستطيع أن أمير تقول لها السلام عليكم كنت أضع الفيلياسون تقول لها العرفة هو النسكن قلت يسموه فلان بفلان قلت هافه زايد هاس مبيو هاس ممو ها عند قاع فيلياسون تقول لها عرف الأدريس من ساكن في فرنسا اروح شكيبي أحد يشكي بك في أي بلاد في الغربة أو في البلاد يشكي بك لما يعرف العنوان تاعك بما أن أحد يعرف العنوان تاعك يعرف عليه كل شيء يقدم شكوى لا يجب أن تقول لها هاوين يسكن هاوين يسكن لا يجب أن تقول لها يتحاوس عليه أنتر بولو لم يعرف أي شيء أنك تكذب و تقلز و تخرط على الناس و تعرف أنك تكذب و على بالك بلي سعاد مرتك اللي اديتها لرجلها شيخي اللي اديتها له و ليه كانت من كتبت أنت مقال فجالي دلت الشروق هي مازال متزوجة سبيك و كانت طائحة مع أحد أخر و كتبت أنت عليها مقال و قلت لهم بلي ماذا تفعل كانت في خلوة في أحد الفنادق بالجزائر كتبت عليها و قلت لهم ماذا تفعل سعاد عزوز الصحفية الفلانية ماذا تفعل مع مدير الخطط الجوية الجزائرية في الفندق و من بعد قلت مرتك هذه الدياثة هذه يسموها الدياثة الديوث إما لا بغيتنا نصل لك هذه مرتك و على بلها بلي تكذب واحد من أمنك واحد من أمنك واحد من أمنك و ظلوك ستفقت المزاقية مليار و اللي كان هامني اللي كنت تكذب عليهم في الخارج و تبيض الصورة على النظام و ترد لهم بالنظام الجزائر جنة و الشعب هذا مش هو اللي ما يصلحش و الجزائر جنة و اللي يحكموا فيها مجاهدين و كذا و قمة و كذا و إنجازات و كذبات شويات إيسية تبيض لهم وجههم في الخارج اللي أصرهم فيقين بكم و على بانكم بل أنتم ما استمراركم و بقائكم في الحكم هو الخارج لكن كنت تتخسروا فوق لازم سيكرهوا منكم و بدوا يكرهوا منكم و بدوا يملوا و يتفضوا عليكم و يعيوا و يكرهوا منكم و الناس يتحمي فيكم باروك الخارج و الناس يتحمي و الناس يتحمي و مركز بوشاوي يبعث و باب جديد حصلت و فرقة و أجهزة متطورة و قاعد قابضي واحد يديرين فوتوشوب لأميريكو و الأخير أعطيني 700 مليار و الأخير يقول لها إيه سيرني حطيتها لك و تقول لهم ها هي المرسلة و تتحمي أنت المرسلة و لما تتحمي و تتحمي و تتحمي و لما تضيفها و قلت لي كسبني منها تتكذبوا الناس في قولكم قالوا لك بني عندهم أجهزة متطورة و أجهزة أكذا و جبنة و أعمل أن يخوفوا في الشعب متذكرة و لا تسكين و يستمسكين و تشكين و يستمسكين و يستمسكين و يسكين و يشوفوا فيه و لا يسعب و أقولكم شيئا و أعمل الأشخاص تحتاج إلى أكثر و تديرهم و تديرهم وعن ساكين حتى الناس في الحبس تعاطفوا معهم حتى حرة السجون تعاطفوا معهم حتى الناس اللي يتخدم في الحبس سيافوا الحقيقة ووراهم يتبعوا يتبعوا حرة السجون كل شيء يتبعوا ويشوفوا في الحقيقة غاضهم الحال غاضهم الحال صلنا المرحلة اللي صحرا نحصر وإحنا عبيد عند هاد الناس صحرا ضب جدارمي والعسكري وأي واحد في الأجهزة الأمنية ولا في المؤسسة العسكري صح ضروق رح يشوف ينرى عبد بكري كنت شوية تكوفوها ضروق مركتوها خرجتوها عيني عينك ضروق رحما خرجتو البرقية اللي راني شرتها اللي تنصوا فيها بللي ما يخرش أي عسكري أو دركي سواء كان صف ضابط كما قولنا يا سرجان سرجان شافو جدا أو كان ضابط أو كان أكسيرير أجدي في كابرا كابرا ما منوع واحد يخرج للخارج علاش إنكم ركما عارفين بللي هاد الناس ضلمتوهم لكم ما عارفين بللي هاد الناس لا خرجوه ما يولوش ركما عارفين هاد الناس واشدرتو فيهم وإذا خرجوا يدلوا فيديواتي يفتحوكو كما هاد الاختعنا واسمو محمد عبد الله هاد الاجدارمي سرجان شافري كأن أخدم مخبر طيار في تبسة ركما عارفين واشراكم دائرة كما خايفين منهم يخرجوا ورغم هذا حرمتوا عليهم حتى العطلة ورغم هذا ما زالوا كلاب تحترجائي لرجليكم ما زالوا تقول لهم كتلوا رواحكم يكتلوا رواحهم ما زالوا تقول لهم مكتلوا عليها يكتلوا عليها عقدتوا عليهم وتزوجتوا بهم قلة قلة قليلة لمازال عندهم قلبهم حي قلة قليلة لمازال القلب التاعه حي هاد الناس كرهوا منكم وملوا منكم وانتم معلبيكم بالليل يرحمي وليش او يفرشكم فرشة كحلة يفرشكم فرشة كحلة اذا هاد الناس لم يخوفوا فيكم وانتم مالو زهاء وكذا خليه يخرج ويروحوا ويهدر ربغ يهدر لا تخاف انا لم يخاف منك بس كم يخاف منك يقول لهم قل لهم لكن انتم مدائرين تخافوا تخافوا بالكسرجان لا يوجد ضابط سامي لا يوجد قيادة كبيرة لا يوجد قيادة الأركان لا يوجد وزارة بيفة على الداخل لا يوجد المديرية المركزية لأمن الجيش يكابل عن النور ما نقل لكم بالي هاد وكم لا يسيقون منكم فهما بالك الفوك اليهم طالين على المرع الميطاشة فيها الداخل سمعتم الخوتي اذا خوتينا ان شاء الله ان شاء الله المعركة ستستمر انا قلت لكم من هذا الأول الذي روحته عند بابها قبل أن تدخلوها قلت لكم قلت لكم قلت لكم بصراحة وما نحبش عليكم نهائيا غيبة تقلعون من رئيسانكم تقعدوا تروح وترفضوا هذاك وتروح وترفضوا أنا مانيش طالكم نسكلكم في المكتوب بمناسبة فرحة الشباب والشعب بالنسبة كبيرة من الشعب والشباب بالنسبة كانت فرحة كبيرة للشعب والشباب في الخروج خاوتهم الزوالة اللي كانوا في السجون أنا ثاني راح قريب ما فرحكم بخبر سعيد جدا اللي هو راح يسعدكم كثير ويكون كقنبلة نووية على النظام الجزائري وفي القريب العاجل ربما في هذا الأسبوع ربما في هذا الأسبوع إن شاء الله ونفرق خاوتنا ثاني بجديد يجيب لكم جديد وإذا عندكم مخابرات في البلاد يخبركم المخابرات قبل ما خبركم أنا كان عندكم ولو الريح في شبك بالمناسبة مكملتكم هذا الناس يكونوا يقولوا بلي عندهم كذا وعندهم كذا وعندهم كذا أجهزة متطورة وشرينا ومخبر بوشا ويبعث هام عاجل قبضوا اعترفة تحت كذا واجه فلان بفلان بأدلة مميتة واجه قاضي التحقيق بأدلة قاطعة الذي لم يستطع الإنكار وواجه فلان واجه الهواري وواجه هكذا بأدلة واتت مخبر بوشا ويبعث إلى باب جديد باب جديد يبعث الودلقومي وودلقومي قال عاجل حط نقولكم حاجة لبيت الضحكوا اضحكوا با ما يخلعوكمش هاد الناس وما يخوفوكمش وما يهفوكمش هاد الناس يا ميهفوكمش عباكم بلي كي كانوا يدهم تليفونات تلاهني التي اصابناها وقت انكم ارحلهم كي كانوا يعد بهم تليفونة جدرمية قال بعد اضعهم الموتبص وفيسبوك و بعد استخدتهم الموتبص اضعنا لي الموتبص في فايش وبإج Посدرون حدي � امما يأتي الحديث ومن كيكان يبعونا انطل shirt فيسبوك صدق من الأول ومدث غيرار كي كان يعمرها اليوم هذه هي رانكات اللي كان يديروا فيها عليهم عندهم والو عندهم الريح في الشبكة والله وليسعوا حاجة والله ما يسعوا حاجة لأنه خبركم خوتي على ما يسعوا والو الناس اللي قرأت الناس اللي قرأت اللي منهم داكاترة ومنهم ناس نوابغ أغلبهم مساكين ربما تسعوا مدير طوابل تعد دخان ما يقبلوهمش لأنه ما عندهمش ما عندهش ماماها ماماها تروح لكليب ديبان باش جيب لها بوست ما عندهش ماماها تريح في موريتي الناس اللي قرأوا مساكين تسعواهم قابضين طوابل تعد دخان ومريحين ولا واحد مسكنكالي البق ولا واحد دير طاب لا تعد دخان والنصف الآخر الهربا الهربا بقا غيل بك بك في الأجهزة الأمنية هذه والخرطية بقا غيل بك بك والخرطية أغلبهم النصف شكرا ما زال يعصش كل يكومونتين أمير دي زاد هذي بلاد هذي هذي الدولة هذي حكومة تعصف الناس يدير جام يبعثونها في البريبي هراني شفنا قدرت أجامل أمير دي زاد وهذه مؤامرة على البلاد وهذه أراهي مؤامرة خطيرة هيتوما بلاد هل أريدكم أولاد الحركة أريدكم أمير بلاد ما تعتقدونه هاو 0 في 0 البلاد تمشي بالتليفون تمشي بالتليفون خوتي الحمد لله أريد أن أشارك خوتي فرحاتهم وخاصة العائلات اللي مساكين دوهم في تصفية حسابات معركة ابن القومي الذي لم يستطع المقاومة والمواصلة والتحدي وصبج بل قدامه عرف بلي ماشي للبيع وعرف روح بلي تخل في حيط الوح يديه في الناس با لك يدير ضجة إعلامية با لك كذا ملقاش عليها وين رح تدزوه لهذاكم ساكين الحمد لله يربي طلق صلاحكم خوتي وربي يخلص في الناس اللي كانت سابب هذا الولد القومية والناس اللي بيتوكم وبعدوكم على ولادكم اللي مدة شهر كلما بعكاز عندها ثلاثة بنيتات بعدو عليهم شهر ظلما وحقرة شفت اللي الحالة قبيلة كيفاش خرجوهما في ثلاثة تغيظك بلادك تغيظك الناس وين وصل الفنان الجزائري الفنان الجزائري اللي مسكين مهمش دي نهائيا ديك وزارة الثقافة تعلق الصنصيس ميهوبي ميهوبي صنصيس بالمناسبة بيكون على باكم بلي ميهوبي صنصيس وبن تركي صنصيس وزارة الثقافة تعلق الصنصيس هذا ميهوبي لا تخدم تخدم غير صنصيس خوتي وتمد الدراهم غير الصنصيس وتمد لبروجي غير صنصيس وتمد لحفلات والفستيفال غير صنصيس أما الفنانين اللي مدوا للشاشة الجزائرية واللي هم محترمين اللي هم محترمين عند العائلات الجزائرية والله ما يضربوا ضربة ذهم ها راكم تشوفوا الأب والأخ بتاعنا عثمان عليوات اللي الجزائرين كامل نظرنا 99% أو 100% يفتخروا بعثمان عليوات أختاروا كامل بعكاز اشحال هو مسكين قاعد والصنصيس تعميهوبي اللي جاقعداني ساموني خير الدين أخويا يسمونه بدر الدين لأخر زهر الدين لأخر تاقس الدين لأخر باب الدين لأخر ما تقول أنت هاد الناس أخويا 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 هاد الناس سيكملوا قاعد الدين تقول أنت هاد الناس هو و هو كيشاف في الأخرى هذه النجوة كارم و اللي جابوها لها و اللي اكسموها هذه التجربة الضانية ماركية كيف هي تقول لا حاوله ولا قوة الابنة المهم هذا الناس مساكين شفتوا حالتهم و كانت حالة بعكاسخ هنا و كثير من الفنانين مساكين اللي راهم يعانوا في الجزائر اللي راهم يعانوا أنا نصح خوتي هذا الفنانين عندي نصيحة لهم و نصيحة أخ إذا رقيتوا هجرة ما فيهاش ما خاطر ما فيهاش كما ما يشتعب حر و لكذا بش ما نحرفش خوتي ما فيهاش ما خاطر خوتي الهجرة اللي ما نستطع يعني ما تقولي أميرتاني حل أنا ما عادي ما أعطيك حل لأن البلد دخلت فيها ما نكذبش عليك نقولك حان قد يجع في عمرك ثلاثين عام و لاربع نامز نقولك صبر على العشرين عام تسقم قد يتعاود و كذا و كذا و كذا و كذا و كذا أياسا يتكون متى أما الخنثة ميهوبي عزدي ميهوبي يدعم في ريفكا يدعم في سنابشات و وزارة سنابشات وبغدير لهفين و الدنيا و خرام الطريق و ميزانية بالملايير و كذا و كذا فهو بجد و هذي بلد و هذي بلد و هذي بلد مو يبتسجين نيرالات و هذي بلد و هذي بلد و هذي بلد تضع اليموار أوروب بيوكمية أوروب من 200 عجزيزيرا في طريقة من غرفة جلسة أقول لكم بيوكمية أوروب من 200 عجزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزا يجب أن تكوني الأمر نتفكصيي بان سكانيني و ليس عندما نتذكي نفسي سكانيني وتتكلم يجب أن تتكلم عن كما وأنا نتكلم لي فيديو و نتكلم و نهضر و أيضا عمري بي حياتي لم تتكلم عن معاناة أخوتي أو مساكين كما معاناة الآلاف تكلمت على الكثير من الناس اللي يتعاني قدرت حاملات الناس اللي كانت بغي تداوي الناس اللي راي مريضة الناس اللي محتاجة العجايز اللي مساكين ما عندهم شو نيباته وكذا وكذا في حياتي ما تكلمت على أخوتي إلا الله صبح و عز وجل اللي كان بغي يبين حالة من حالات اللي هو هواري اللي شافوا كل جزائريين أنا كنت ما كنت شباحة ب ما كنت بيت المساكين يجيبوا في قضية كما هاد يمسكين وخاطيه ويبان وكذا وكذا ولكن ربي شاء باش يعرفوا الحقيقة تحادثية وتعرض غيره العديد تعال العديد كما راهم في كما كما هواري وكثر من هواري كثر من حادث هواري راهم بزاف الجزائريين سواء في الجانوب خاصة خوطنا في الجانوب اللي مهمشين ولقلة قليلة تكلم عليهم الناس قلاء خوطنا في ورق لا وفي لغواط وفي غردايا وفي إليزي وفي تندوف وفي بشار وفي البيض وبارتوغا وفي عين صالح وفي عين قزام راهي آدرار الناس رايتعاني واحد ولا على بله بيهم كل واحد يحكي ليغي على الأنطور اشتاعه كل واحد يحكي يتكلم بغي على الفيلة اشتاعه كل واحد لازم خوطنا نتكلموا عن الجزائر العميقة لأنه كي يتكلم واحد كي ينظر واحد في عين صالح ولا في عين قزام في أقصى الجنوب راهو أخويا وكي ينظر واحد في منطقة القبائل في تيزي وبجاية راهو أخويا وكي ينظر واحد في تلمسان ومغنية راهو أخويا احنا ما لازم مش نربطه العصابة بما كان ما نقوله قاعد تلمسان راهي يا لي كي بري تحكم فينا مثل تلمسان جقوا بودفليقة أو السعيدين نو كين رجال ما نجموش نقوله قاعد في القبائل راهو قاعد كيماء ويحيا كين رجال وكين أحرار وكين مناظرين وكين ناس قلبها حارة على البلاد وكين ناس اللي قلبها يسير على البلاد الشوية ثانية ما نربطه مش بالقايد صالح وخالد نزار الشوية أحرار ومناظرين وعبر تاريخ الوحدة الشعب يقول لك واحد وريري الحل الأمير كيف اجتمزل تسبي يجارك وتسبي يخوك نطيقو لي تاني الحل نحن يتسافره ويقول لك الحل وره كيف نحن واحد يسبي واحد خلينا المشكلة التعلى اللي هو النظام اللي يدخل البلاد في حيط هذا الفوايو لي حاكم البلاد الفوايو كيف حدروا تشاهدهم ديفوايو ديي هادر معك فوايو كيف قاب مام الكاميرا يحضروا قدمها ونضيغي ديفوايو كيف حدروا قدم الكاميرا الكاميرا واحد يجب يكون يسجلوا في براك كاميرا وتيليفيزيو الميوز هدرته يعرفوا شهي مرر رسائل رأى إنسان رأى في منصب حساس سواء والي سواء وزير يتفرج عليه العالم العالم رأى يشوفها في التليفيزيون طبعا واحد ما وسامع بنا في الوقت الحالي بعدما دخلت البلد في حيط ولكن العالم يشوف فيك كده يجب أن تعال في مرة كي تشوفهم يا هادرو في الكاميرا ديفوا يو ديفوا يو واحد رأى يتخرجنا ملكاباري خابط ورا يادر ماهوش قد لقد مسؤولي وماهوش قد شدين فيها معنقينها وماهوش حابين يطلقوا ذراع أنا عمري ما شدتني يا ضابط سامي في الجيش ضابط سامي في الجيش يحوز يبقى آفي هذه ما صراش الناس كونتر يتقلقوا وتيخرجوا روترات في الدول المتقدمة لي ما فيهاش الرشوة وما فيهاش البيروقراطية وما فيهاش كده وما فيهاش كده ضابط سامي في الجيش كورونال ولا جينيرال تسيبها يلحق الله تعالى روترات يفرح الحمد لله أنا خارج بس كوروناس ينقص على رحو أتعاب يحوز يروح يروبوزي يحوز يروح يشحياته في السيفي إلي حوزي حنا عدنا قايد الأركان عندها قرن وما زل بغي زيت شوية يدخل في الراس قياد أعبكم بلي الجزيرة فيها أكثر من ربعميات جينيرال ربعميات جينيرال أعبكم بلي كين أكثر من 162 جينيرال في 65 عام اللي هو السن القانوني الأقصى في الجيش هو 62 سنة أعبكم بلي كين منهم حوالي 60 جينيرال جوز ل75 عام أو 62 سنة أو 72 سنة أو 72 سنة أو 72 عام وما زالوا باقيه ثم كي 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 ما زالوا وزيدوا وزيدوا حسكرة مسكين دميرو تراتي كعلا بك بلي العسكر تكلمت عليهم شحامل خطر ودايمن تكلم عليهم ودايمن يلسلوني يا أمير واخونا وتوصلنا كلمتنا ورام يسمعوك ويتبعوك وكذا وكذا هناك كلمة اللي يقولها أخوتي في مكانكم رغم غيابكم وانشاء الله ندير المستحيل سنوصل لكلامكم لأن هذو الناس ما يحشموش إنما يخافو هذو الناس هذو الناس هذو هذو يفتح ولا يحشموش هذو يخافو أنا أقول لكم السيستم ترويب كيف يجب قسما بالله ما يحشمو ما عندهمش الوجه اللي يحشم هذو الناس تخاف إذا توحد الشعب الجزائري يقولوا دائري اللي يكوش هذو الناس تخاف لا تحشب لديهم الوجه الذي يحشب لا يوجد لديهم الوجه الذي يحشب يأتي بعض الناس يقول لك اودي يا امير انتظر ان تساب فيه بتعويقه المحنط وتساب فيه و تقول بالله بسحوة خاطئه الناس الذين ضايرين به هما وكذا وكذا هاي هذين الناس مين يجبهم؟ تطعهم اسمه؟ هو وجبهم هذا هو وجبهم اللي هم ضايرين ببتعويقه هو وجبهم من كم صحته ويعرفهم كديرين يعرفهم بل يسرقين ودكريمين لكيفه؟ يعرفهم بكري ما يعرفهم مش جدد ما يعرفهم مش غيه هنا هلا القايد صالح لكم تقولوا بل يتمشى القايد صالح ابو تفريقاكي مرض القايد صالح وخاطئ قايد صالح شكو جابه وعطيها مصف نائب وزر دفاع الملقب بالجندي الجاهل القايد صالح المستوى التعليمي تعدى السنة الثامنة كي يبدأ يقرأ في حسنة يبدأ يهجهج ما يجبه القايد صالح ما يجبه المنصب نائب وزر الدفاع ما يجبه منصب قايد على الجيش ما يجبه السعيد بوتفليق ما يجبه سعيد بوتفليق منصورية غزلوي ما يجبه ويجبه أخوه وعطيه ذمده منصب مستشار ما يجبه ويجبه يجبه ويجبه يجبه حماله من الأخر ما يجبه لهم المحيطة بوتفليقه ويجبه يجبه بوتفليقه هو رأس الأفعى الذي يجبه جد ذو المعارسة بالتشاور بيكسم عليهم بلاد كل يجبه مرصوف كل يجبه يجبه هم يقعد في الحكم هو لي جبهة ليفوايو وإن شاء الله يديرون له كثر من اللي هم ديرين أهلا اللي هلين حيفس على أهلاوة إن شاء الله يديرون له يعذبوه كثر ويديرون له كثر من اللي هم ديرين فيه إنه يستاهل كما هم مثلا رب يسلط عليهم هذا الناس يوم ديرين له هكذا ثاني رب يسلط عليهم اللي يدير فيهم ما ديروا فيه أو يدير فيهم أكثر خاوتنا ذوي الاحتياجات الخاصة كانتهم طروا 100000 400000 يعني 20 أورو اللي هي خالصات عزو سوايع في أوروبا عباكم بلي الصالير في أوروبا يعني الشحال تخلص ساعة تخلص 10 أورو كي تخدم زو سوايع تخلص 20 أورو كان بعض خاوتكم الحرقة اللي يخدم في شنطة يخدم في النهار يصور 70 أورو 80 أورو في النهار في اليوم الواحد واحنا خاوتنا ذوي الاحتياجات الخاصة حتى هذا الناس وهذا الفئة مرحموهاش هذا الفئة اللي يطعم عواله في الدنيا واحد نسكين في كرسي متحرك وكل واحد عندها عاها اللي ربي شافيه منها مساكين هذا مرحموه مش هذا الناس ومعطوه مش أبسط الحقوق بل فوق هذا يدلوهم ويسبوهم وراكم مشتو هذه الظهرة قوطية والاخرى مش عايفوش كان يقولوا عليهم في التلفزيون أنا قلت لكم هذا الناس ما تحشمش هذا الناس تبغي لي فضحها هذا الناس تبغي لي يعريهم أمام العالم وهذا ما سيكون قريبا بإذن الله هذا الناس غاسلين وشوهم هذا الناس ما هم مشتو حشمة ويجي تقول لها سيد فلان وسيد مش عايفوش الوالي هذا الناس ما هم مشتو هذا شي هذا الناس اخوانا الفلسطينيين دايلين فيه كذا دايلين فيه كذا ولكن ما يسرقوش شعبهم اليهود ما يسرقوش شعبهم اليهود طربقوا عالم العالم طربقوا لها جتبابه باش يعيش شعبهم احنا طربقنا شعبنا با يعيشوا الاخرين فراسيس وامريكان وغيرهم اللي هم يحلبوا في البقرة باش تسمتهم مثلهم بالمافيا المافيا عندها مبادئ وعندها برنسيب تكشنا شبس مافيا راح تدد رحمة قبضة زوالي تددتها درحمة مافيا تطردك بونكا وتدشكارة وتروح وغدوا البونكا يرمبورسلها والشعب يدده يخلص نور وكأنه لا حدث المافيا عمرها تدد رحمة اليتامة عمرها تدد رحمة زوالة المافيا عمرها تضرب المعطوبين وتضرب المتقاعدين وتضرب المشطوبين تعال جيش مافيا عمرها تضرب الأطباء تشتيه اليهود يضرب الطباء؟ بسرعة بسرعة إلا الجنس اللي حاكم بلادنا مالبناش مالبناش كما قال رب يرحمه السالح مالبناش 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 شرائح المجتمع البلاد يريد أن يسكر وشرب وزينة وكذا لأن هذا هو الذي يضمن باقعة تحاد العصابات يخموا واحد تخمام الشيطان تبحر لها معهم الشيطان مخايح يسمعهم يخموا واحد تخمام النص تخمامتهم والنص يأتيهم من وراء البحار من منظامات منسونية التي يتحكم فيهم وعلى رأسهم ودلقوا أخر المعلومات التي تتسرب لا تزال حسنا ليس أخبركم ليس أخبركم يا صاحب يقول الشعب الذهي يقول لكم وجوه الفضايا وعندما وجوه الفضايا تخرجوا للخارج يرونيكم وعرفكم وعلينا مننا ولم يتعلم لم يتعلم أصباح أعشية أصباح عشي أصباح عشي وإنما يكون نكتب بيكاسهم وإنما يكون في التليفون نطلق عليكم ماليش طالكم هذه يا خوتي الحمد لله لكم بخير والحمد لله لخوتنا خرجوا بخير وما زال خوتنا اللي هم في الحباس ربي يطلق أسرعهم ورانا معاهم ونضمنوا معاهم ونسندوا خوتنا اللي رهم خوتنا من الجلفة رهم في الحبس وخونا ريدا سيتيساز ربي يفكر الله وأسرعه وبالزاف خوتنا رمضامني معاهم ولازم تكونوا يد وحدة كما كنتوا مع فوضيل ومع هواري ومع كمال بوعكاس تكونوا مع خوتكم لأخرين لأن خوتكم ثاني محتاجين كم توقفوا معاهم خوتكم محتاجين كم بتكونوا يد وحدة والناس راي تخرج وتشوف الوقفات تاعكم وتشوفكم بالواحد فوضيل دروك في فوضيل ضب ربما يكون في دارو راي تفرج قافي لي فيديو وينداروهم قبل شكول يجاه شكول يهضر عليه فوضيل للأسف كالرياضيين ما جاوش طلوا على فوضيل ضب ما جاوش الفنانين كين بعض الفنانين اللي نحييهم وعلى رأسهم مرأة بمئة رجل اللي هي فريدة كريم خالتي بوعلام مرأة بألف رجل والعديد من الفنانين اللي راحوا يداروا عليه وقافات وندوا وقفوا عند المصرح ووقفوا عند الحبس ووقفوا عند المحكام وهم خلين أولادهم ومبكرين صباح على التسعة ورايحين عند المحكام تعبار ربضان وضالين تعالى سيد محمد وضالين في الحراش مساكين قاعدين فوقوا طرطوارات يستنوا فيه يخرج هذه وقفة تحسب لكم والتاريخ يسجل المواقف بتاعكم أما لرياضيين هذا تعالى صحاب سبور والله خيبتم أمل مشي أمل تعنا خيبتم أمل الصديق اللي هو فوضيل ضوب اللي كان على الأقل يظن مساكين جماعة الفوتبولير يقفوا معه وقفوا معه الأنصار فوضيل ضوب رح يستقبلوا الأنصار اللي يدروا الوقفة عند المحكام وكذا الأنصار سواء المولودية وكانوا تعجيسكا وكانوا تعالحراش وكانوا بزاف حتى في بعض الأنذية اللي لم يلعبش فيها فوضيل ضوب ورحوا واستقبلوه ولكن واحد من هذا أصحاب المئتين مليون زي شخطاوي يجري لك زي شخطاوي يده مئتين مليون يده ربعمية مليون واحد ما الضامن معه واحد موقف معه يحوص على الشكارة واحد ما درش طاتي عليه ما كتبو شماء باستطي عليه ما يهمهم ولكن بني جلدته وصحاب ولمشاريحة تاعه هكذاك وداره هده ونطلقو في ساعة الخير إن شاء الله ونعودو بث مباشر خلال ربما غدوة إن شاء الله ولا بعد غد إن شاء الله المهم اللي يريد يروح عن ذواري رأي عارضكم كاملين اللي بيروح له تاخمارت ترعو تاخمارت تقصي على بوخر صيواري رأي عارض كتر من علامة فالسطين يجدي أي الله يحفظكم أخوتي يربي يحفظكم وتحياتي لكم جميعا كان معكم حكوم أمير دي زاد ودي معقابهم با